استنوا كده أفكركم بس إحنا الكبار لما بيحصل في مرة من المرات سواء كان مطشي سواء كان أي حدث والحدث ده مليء بالشحن المعنوي لما بيعزف السلام الوطني ولما بنشوف العلم وهو بيرفرف على طول الناس هتقول دلوقتي إحنا قلوبنا بترفرف معاه هذا المعنى مش كاذب ده هذا المعنى من المعاني التي تنور القلوب تنور القلوب بنور الله سبحانه وتعالى وعشان كده مسألة تحية العالم ومسألة إن إحنا نغني نشيد الوطن في طبور الصباح ده عشان يفضل الوطن عندنا قيمة وعشان يفضل العالم عندنا رمز لكن جيت بقى ربنا ابتلانا في المئة سنة اللي فاتت بأهل التدين الكم وقالوا للناس إن تحية العالم دي عادة من عادات الكفار والمشركين وإن دا وقت فيها شكل من أشكال تعظيم غير الله وإن دا ما يجز التعظيم لمخلوق بس على فكرة ما كانش فيه تحية العالم وما فيش أنتو بتكذبوا أنتو بتتلككوا عشان الناس ما ترتبطش بالوطن أنا ما عرفش هو أنتو عمل المين أنتو ليه مش عايزين الناس تحب الوطن دا سؤال ومين قال لكم أن إحنا بنحط الوطن في مقابلة في مقابلة أي حاجة ليه علاقة بالدين إحنا بنحط الوطن جوه الدين أنتو اللي حطيتوا الوطن في مقابلة دين إحنا الوطن عندنا جوه الدين وعشان كده تحية العالم عندنا رمز فإحنا لما بنحي العالم بنقصدين نحنا نعظم نعمة ربنا مش نعظم أكيد قطعة القماش لكن إحنا بنحي العالم لأن العالم رمز بيحيي فينا قيمة نعمة الوطن اللي أي حد دلوقتي يعرف قيمة الوطن كويس فأي حاجة بتذكرنا بده أكيد بتذكرنا بهذا المعنى جيل زي ما أي كتاب من كتب العلم بيذكرنا بقيمة العلم زي لما نذكر صحيح البخاري فنذكر فنحس بقيمة السنة فعندنا حاجة اسمها رمز زي مكتب اسم أمي فعيني تدمع فبكتب اسم أمي عيني تدمع ليه عشان اسم أمي بقى رمز على حنيتها وجمالها وحبها فالعلم ده فالعلم ده رمز والرموز موجودة في حياتنا طول الوقت وموجودة من زمان ومعروفة عند العرب حتى قبل الإسلام خاصة في الحروب وجرت العادة إن العدو بيتعمد ضرب الأشخاص اللي بيحملوا الراية ليه طيب؟ ليه يتعمد ده؟ لأنه هو عارف إن لو ضرب الشخص اللي بيحمل الراية ده إيه اللي بيحصل؟ ببساطة خالص وذلك إحنا في أكتوبر لما حبينا نأكد الرمز ده كتبنا الله أكبر على العلم بدم الناس عشان كل ده رموز عشان إحنا عالفين إن العلم ده معنى من معنى العزيمة وعشان كده كان عندهم في الحروب يقصدوا إن هم يضربوا اللي بيحمل العلم ليه؟ عشان ده يثبت العزيمة ولأن الراية بترمز للعزة والقوة والصمود والعلم ده لو سقط يسخد الجيش وده ألاقيه في سنة رسول الله سلم فورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه اتخذ الرايات والأعلام وروية من حديث سيدنا أنس ابن مالك أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب يعني في غزة مؤتة ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرفان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما بيذكر واحد عينه تزرف وإن عيني رسول الله لا تزرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففوتح له وفي غزة أحد تذكروا بقى في غزة أحد الحادثة دي مهمة وفي غزة أحد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير اللي هو سفير الإسلام معروف والفتى العطير أنه يحمل الراية يحمل الراية فضرب أحد المشركين يده اليمنى فقطعها فأمسك الراية بيد يا رسول الله فقطعها فاحتضن الراية بما بقى من الزراعي وظل يقوم حتى سقط شهيدا إيه اللي حاصل؟ إيه اللي حاصل لأنهم عارفين إمتى العلم؟ إمتى الراية؟ فتحية العلم رمز ارتبط عند الناس بحب الأوطان وإحنا عندنا قاعدة في الشريعة إن الوسائل لها أحكام المقاصد يعني إذا كان حب الوطن مأمور به من الشرع الشريف فالوسيلة الجائزة اللي بيتحقق بها الأمر ده كمان بيكون لها نفس الحكم مش حكم جديد ويبقى مطلوب كمان إن نحن نحافظ عليه ففكرة بقى تعليم أولادنا إن هم لما يبصوا للعلم بيبصوا لنعمة الوطن وإن هم لما بيحيوا العلم بيبصوا لنعمة الوطن مش زي ما بيقول التدين الكم إن تحية العلم عبارة عن بدعة وتكلمنا قبل كده إن احنا مش كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى بدعة ده مش بس كده ده مسألة احترام الراية وتعظيم الراية حتى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الناس الضلال يقول أنهم سيقاتلون تحت راية عمية يعني رسول الله بيعمل إيه؟ بيأكد على رمزية الرايات عندنا ترجمة نانسي قنقر